واخيرا صديق العزيز جيه المعاد لسؤال الحلقة هل اي عيان يعمل تحليل جرسومة المعدة ويطلع ايجابي ياخد علاج الاجابة المباشرة لا مش لازم طالما ما عندوش اعراض خاصة بالجرسومة دي تقول لي ليه ليه ما نديش لكل واحد طالما عمل التحليل وطلع ايجابي ما نديله العلاج وخلاص اقول لك ليه اولا الجهاز الهضمي بتاع حضرتك اصلا مليان ملايين البكتيريا اصلا ملايين الميكروبات متعايشة معاك ومش بتعمل اي مشكلة ده بالعكس احيانا قد تكون مفيدة لو تعرف اللي هي البكتيريا الفلورا او تعرف اسمه مايكروبايوم مثلا ففي بكتيريا اصلا كتير وميكروبات كتير جوه جسمك عايشة في الجهاز الهضمي مش بنعالجها فما تستغربش يعني ان يبقى عندك جرسومة المعدة ومنعالجهاش ثانيا جرسومة المعدة منتشرة في حوالي 50% من البشر من الناس الناس كلهم فانت لو قررت تتعالج اي حد عنده جرسومة المعدة حضرتك هتعالج نص الكوكب ثالثا جرسومة المعدة في معظم الاحوال مش بتسبب اعراض ولا بتسبب مشاكل اصلا يعني معظم الناس اللي عندها جرسومة المعدة عايشة بيها ومش حاسة ان هي عندها جرسومة المعدة ومش بتسبب لهم اي مشاكل لكن نسبة بسيطة هي اللي تبدأ تعمل لهم مشاكل بقى حمودة الارتجاع الغمامان النفس الترجيع الحاجات دي فالنسبة البسيطة اللي تبدأ تتعب بس من جرسومة المعدة هي دي بس اللي بنعالجها رابعا علاج جرسومة المعدة نفسه له اثار جانبية وكتير خمسين في المية من الناس اللي خدوا علاج بتاع جرسومة المعدة حسوا باعراض جانبية يعني تخيل هو جاي لك عشان بطله بتوجعه وعشان عنده مثلا غسيان بيرجع فانت اديته ادوية زودت له الاعراض وبطنه واجعته اكتر انا جاي لك عشان تخففني تديه لأدوية تتعب بطني اكتر لدرجة ان 10% من الناس وقفوا العلاج بسبب الاعراض الجانبية فما تنساش النقطة دي خامسا ان في بعض الناس بعد ما بنعالجهم وننجح في علاجهم ونعمل التحليل ويطلع سلبي بعدها بفترة يرجعوا تاني ايجابي سواء جالهم عدوى جديدة ودي اكتر في الاطفال يا اما اعادة تنشيط للعدوى الاصلية يعني الميكروب الاصلي مامشيش لكن حصل له حاجة زي خمول وما ظهرش في تحليل وبعد كده تم اعادة تنشيطه ونلاقيه ايجابة تاني بنقول عليها يعني زي اعادة التنشيط فتخيل بعد ما دينا للعلاج بروتوكول واثنين مثلا وبعدين بقى سلبي يرجع يبقى ايجابي مرة تاني سادسا ان كتير جدا من المرضى مش بينتظموا على علاج جرسومة المعدة بسبب يا اما الاعراض الجانبية يا اما بسبب كسرة الادوية تقولي العيان خد اربع اقراص الصبح واربعة بالليل وقبل الفطار وبعد الفطار العيان مش بينتظم وبالتالي الحاجات دي برضو ممكن تزود مقاومة هذه البكتيريا لاحقا للمضادات الحيوية فكل دي اسباب تقولك ان مش اي عيان عنده جرسومة المعدة نعالجه اللي عنده اعراض فقط واعراض خاصة بجرسومة المعدة ما يكونش عيان عنده نزلة معوية فبيزهل وبطنه بتوجعه وبيرجع ويعمل تحليل بالمرة كده يلاقي جرسومة المعدة ايجابية يبقى هي اللي عملة ده لا ما هو عنده نزلة معوية هي اللي عملة ده فلازم نكون كمان الاعراض حتى لو شبه بتاعة جرسومة المعدة نتأكد او الطبيب بيقيم الكلام ده ويبقى عارف ان دي من جرسومة المعدة عيان حامل ما عنده غاثيان وبترجع تقولي اسلاح عندها جرسومة المعدة ما هي عشان الحامل هو اللي عامل كده عيان عنده هاليتوزز او رائحة النفس الكريهة فما يجيش مباشرة يقولك جرسومة المعدة اي نعم جرسومة المعدة ممكن تعمل او رائحة نفس كريهة لكن الاول شف الي بقر عامل ايه الشف الي الأسنان واللسان وشف الي اللوز يكون فيها حصوات شف الي الجيوب القنفية شف الي تشققات اللسان والمكروبات اللي بتبقى جواها الحاجات دي تعمل اكتر هاليتوزز او رائحة نفس كريهة لما تستبعد كل حاجة دكتور القنف والأذن والحنجرة يقول تمام كله يقول تمام ساعتها نبقى نعالج جرسومة المعدة كمان دلوقتي بقينا نشوف بعض الحالات جاينا من عند تجاترت الجلدية من عند اطباء الجلدية عيان مثلا عنده كورونيك ارتكاريا اللي هي الارتكاريا المزمنة جسمه بيعمل فرش كده او بيدرن زي ما بنقوله بيهرش في جسمه مزمن كورونيك يعني اكتر من 6 اسابيع فالدكتور بتاع الجلدية يقول له اعمل تحليل جرسومة المعدة انت عندك جرسومة المعدة روح عالجها عنده دكتور البطنة احنا معاك ان فيه رابط ممكن يكون بين جرسومة المعدة وبين الكورونيك ارتكاريا لكن الاول ندور على اسباب الكورونيك ارتكاريا من ناحية تانية في اسباب كتير تعمل كورونيك ارتكاريا وفي حالات تقريبا من 70% ل80% بيبقى غير معروف السبب يعني مش بسبب للجرسومة ولا بالاسباب التانية فالمهم يعني ان احنا نستبعد الاسباب التانية كلها اللي بتعمل كورونيك ارتكاريا عشان بعد كده نعالج جرسومة المعدة لان في رابط بينهم لكن مش سبب رئيسي يعني بيقولوا في ممكن يكون في رابط بينهم كذلك روزيشا كذلك بروريتس بعد الحالات بتاعة الجلدية دي برضو لاستبعد كل الاسباب الاخرى اولا عشان بعد كده نعالج رسومة المعدة وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضرتكم